مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء غائمة مع هطول الأمطار على فترات كما تشكل الضباب فوق الجبال وبلغت العظمى في عمان 12 درجة مئوية من خلال صور الأقمار الصناعية نلاحظ استمرار ظهور السحب المنخفضة وهي من النوع الماطر في بعض المناطق أما من خلال خرائط الأمطار نلاحظ تراجع فرص الأمطار خلال ساعات الليل وصباح يوم الخميس مع بقاء الفرصة واردة لهطول الأمطار المتفرقة في بعض المناطق الشمالية هاي الليلة بتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وبتوصل درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في البادية الجنوبية والجبال العالية الجنوبية ويتوقع أن يتشكل الضباب فوق أجزاء مختلفة من المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول الشرقية وبتوصل درجة الحرارة إلى خمس درجات ورطوبة 99 غدا أجواء غائمة جزئيا وباردة وبتوصل درجة الحرارة بنهار 11 وبتنخفض بالليل لست درجات يوم الجمعة بتتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الأولى وقابل للتطور والأجواء باردة مع زخات أمطار بأجزاء من المناطق الشمالية والوسطى ونشاط كبير على الرياح وبتوصل درجة الحرارة بنهار 9 وبالليل خمس درجات يوم السبت أجواء باردة وغائمة مع بقاء الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار وبتوصل درجة الحرارة بنهار 9 وبالليل 7 درجات منتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليومي غد في باقي مناطق المملكة إربد الليلة 5 وغدا 14 عجلون 4 وغدا احتمال تساقط أمطار 12 المفرق 3 وغدا 13 جرش 5 وغدا 12 درجة الصلت 8 وغدا 13 الزرقاء 4 وغدا 13 مطار ملكة علياء 4 وغدا أجواء غالبا مشمسة 14 البحر 111 وغدا 19 مادبة 4 وغدا 13 الكارك 3 وغدا 11 الطفيل 6 وغدا 11 جبال الشراه 5 وغدا 11 درجة مئوية البترة 3 وغدا 11 معان درجتين وغدا 14 ودرم أجواء باردة 3 وغدا 16 العقبة 10 وغدا 20 درجة مئوية منتقل الآن لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية باروت بنهار تساقط أمطار 18 وبالليل 13 دمشق 15 وبالليل 5 القدس 13 وبالليل 7 القاهرة بنهار 19 أجواء غالبا مشمسة وبالليل 10 درجات مئوية بغداد 18 وبالليل 7 الكويت 21 وبالليل 9 المنامي أجواء مشمسة 20 وبالليل 14 الدوحة بنهار 23 وبالليل 13 درجة مئوية أبضوبي 20 وبالليل 17 مسقط 24 وبالليل 18 الرياض 21 وبالليل 8 صنعاء بنهار 22 وبالليل 8 درجات مئوية إذن ملخص الحالة الجوية نحذر من تشكل الضباب وتراجع الفعالية الجوية يوم الخميس ومنخفض جوي جديد يوم الجمعة أما آخر تطورات المنخفض الجوي يوم الجمعة درجة المنخفض الجوي ضعيفة أما كمية الأمطار من 10 ل 30 ميلي متر وسرعة رياح 80 كيلو متر بالساعة أما عدد المناطق شمال ووسط المملكة ومدة التأثير بتكون 12 ساعة أما درجات الحرارة من 4 إلى 8 درجات مئوية وصلنا لنهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة عبدالي علي شكرا ماريان شكرا للمشاهدة